حيانه المشكلة مشاكلنا مع الآثار بقت كتيرة شوية يعني خلينا نقول بوضوح ان مشاكلنا مع الآثار زادت شوية زادت من قصة الهرم ثم الطريقة اللي بيتعامل بيها الحفريات والخروج منها الى البلدوزرات اللي موجودة في كل مكان وكل شوية الوزارة تطلع لنا ببيان تقول لنا لا لا هذا ليس حقيقي هم كل علماء الآثار دول مخطئين وده سؤال مهم كل علماء الآثار فيك يا مصر مخطئين والوزارة هي على حق لا محتاجين بقى كده ان احنا نقف وقفة مع المسؤولين عن هذا الملف الوزير والدكتور وزيري بصراحة عشان نقدر نفهم ماذا يحدث في ملف الآثار في مصر مش معنى اننا بلد آثارها كتير اننا اعتبر ان ده موضوع تافه او ده مواضيع يا جماعة فيه آثار كتير وإيه اللي حيكسر هنلاقي غيره لا هذا هو الكنز الوحيد الذي لدينا وكفاء علينا سقف جامع المرسي ابو العباس اللي بنمحاره والمقابر اللي عمينه ده كل ده يدقل ضمن التراث والآثار